تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي برشلونة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع برشلونة نيوز على الفيسبوك حلقة اليوم بعد مباراة عادت جمهور برشلونة شوي لأرض الواقع ذكرتهم جميعا أنه تراكم لسنين الصعبة ما رح تغلص بأسبوعين أو ثلاث أسابيع شغول معكما ويتحول الفريق لحالي متالي لنهاية الموسم محتاج الفريق شغل محتاج الفريق استمرار عمل حتى يوصل للطموح اللي عند جماهير النادي مباراة اليوم كانت مقياس مهم جدا أنهم بواجهوا فريق الموسم الماضي كان جيد جدا هو إشبيليا فريق بداية الموسم بادئ بشكل كويس الأكثر استحواذا ثاني أكثر فريق تزديدا وثاني أقل فريق تحديدا تلقي للتزديدات في الدوري الإسباني إذن حالة إشبيليا جيد جدا مدرب يعرف لاعبيه لو بتيجي فكان اختبار جيد يشوف برشلونة لين هو مضى واكتشف اليوم أنه لسه مش برشلونة اللي بيفرض كلمته تسعين دقيقة ما تغير شي على برشلونة 4-2-3-1 بفكرة مهاجم وهمي غريزمان يمين ميسي مهاجم وهمي وبروح كوتينيو خلفهم وأيضا في عنا بيكون فاتع اليسار في المقابل 4-3-3 من إشبيليا أرى أخو كان يبدأ قلب دفاع لبرشلونة نتيجة الغيابات واللعب قدم مباراة جيدة وبصراحة يعني بيخليك تفكر أنه يعني ربما يستحق دقائق أكثر هذا الموسم بتفاصيل اللقاء هون أو هون أو هون كافي رسالة عامة أعطانا إياها كومان اليوم أنا بدور على التعادل ثم الفوز أنا ما بدي أخسر في بداية الموسم عندي جولة دولية عندي صحافة متشائمة للغاية بعد سنين من الحزن لا أنا بدي أحاول أول شيء أأمن بعدين أفوز هذا الشيء كان واضح من تحركات لعبية وسط برشلونة كثير حذرة ان تقدمهم كثير محدود هذا الشيء كان واضح بسرعة الرتم بسرعة عقلة الكرات اللي فيها مغامرة للأمام وتوضح جدا لما جعل التبديلات لاعب بلاعب لاعب بلاعب ثم التبديل الأوضح أنا ما بدي أندفع أنا بطلع كوتيني وبنزل بيانتش مش أطلع بوسكتش ونزل بيانتش كان ثلاث تبديلات أوصلت رسالة واضحة كومان اليوم كان متحفظ كومان يعتقد ربما أنه لا فريقه جاهز بدنيا ولا فنيا يقدر يفرض كلمته ويرجع إشبيليا 90 دقيقة اللقاء كان تكتيكي بحث بين الطرفين ربما ما عاد أول عشر دقائق اللي شهدت الفوضى هدف إشبيليا ثم الرد عن طريق خطأ نافاس فسجل كوتينيو هدف تعادل غير ذلك اللقاء كان جدا جدا فيه تفاصيل مهمة من إشبيليا وأيضا من برشلونة شفنا إشبيليا على سبيل المثال في معظم اللقاء بضغط ضغط عالي ممتاز جدا بركز على الحارس وعلى الأظهرة بشكل يجبر لعبي برشلونة دائما يود الكرة على الأطراف وهناك بيخلق زيادة عادية باسترد الكرة إشبيليا كان يخفف شوي من الضغط العالي لما يشعر أنه لعبي صاروا غير قدرين يجاروا الكرة لكن قدر دائما يعطل انطلاق برشلونة أيضا ممكن كتير يلاحظوا قدرة لعبي إشبيليا الممتازة جدا على الضغط في لحظة استلام الكرة فهذا الشي كان يجبر إجريز من يمر الغلط دي يونغ مر الغلط مرتين أو ثلاثة بوسكتش مر الغلط مرتين أو ثلاثة واحدة منهم هون أو هون من دي يونغ أو بوسكتش كادت أن تؤدي إلى أهداف هذا الضغط التوقيت المناسب إنك تضغط على اللاعب كان مدروس جدا في إشبيليا بتحسوا تعليم لأنه كل لعبتهم كانوا قادرين يتقنوا هذا نوع من الضغط يستنوا الكرة لعندما تقرب على رجل لاعب مستقبل الكرة ومش أي لاعب طبعا كانوا ما يعملوش هذا الشيء كثير مع كوتيني أو مع ميسي لأنهم بيخافوا من رادة فعلهم من مهارتهم لكن على اللاعبين الآخرين كانوا ناجحين جدا لائما يخلوا برشلون يلعب كرة كثير ميتة للخلف أو يخطأ في التمرير في المقابل برشلونه هجوميا حافظ على نفس الشكل وكان كوتيني ويميل لليسار فيربط مع قلبه وفاتي فصور نشوف ومسي حتى بروح للعمق يعني في النص وأقرب لليسار فصار الفرق كله تقريبا على اليسار في حين على اليمين كان في جريزمن شوي يدخل ويظهر روبرتو لوحده فكانت الجيهة اليمنى تقريبا بش موجودة في الحالة الدفاعية برشلونه كان يتحول لأربعة واحد أربعة واحد بشكل عام دفاعيا برشلونه كان جيد أيضا يعني بغضر نظر على فرستين أو ثلاثة الأربعة واحد أربعة واحد بين الخطين كان مفيش مسافات كان قادر دفاعيا يحتوي إشبيليا المشكلة كانت أوضح هجوميا أيضا يعاب على برشلونه مثلا أنه في أول نصف ساعة تقريبا ما ضغط ولا مرة في الثلث الأول لإشبيليا هذا الشيء خلي إشبيليا حافظ على الكرة خلي إشبيليا يشتري وقت خلي إشبيليا يكسب ثقة كثير كان متردد ضغط بفترات في شغل ثاني كان قادر يسترد الكرة من إشبيليا وعندما يخفف هذا الضغط كان إشبيليا يصعد لعنده وإشبيليا عنده أسلحة وعنده سرعة فعلا قادرة إذية طبعا الجهة اليمنى ما زالت مشكلة في برشلونة حتى اليوم لأنه غريزمن مش جنح غريزمن مهاجم خليزمي على اليمين حاليا بدخل بالعمق وروبيرتو ما عنده تلك القدرة الهجومية فالجهة تلك معطلة هجوميا معطلة وصعب تلعب ضد فريق مغلق بجهة معطلة هذا أولا هنرجع نكمل الآن لما يجي دست ويظل غريزمن المشكلة مش هتنحل يعني لما يصعد دست في المستقبل مش هيلقى غريزمن يقريب منه الواضح جدا أنه غريزمن مش هو هذا اللعب بهذه الفكرة لما يكون المهاجم وهمي أيضا لأنه هيك ما استفاد ما استفاد الفرق الكثير فإما تحدد شو بدك إما غريزمن يتحول لمهاجم أو غريزمن يقعد احتياج ويمس يرجع شوي على جهات اليمين المدرب لازم يحسم أمره بهذا الحوضة غريزمن لا يبدو مفيد أيضا في الحلقة الأولى تكلمت وقلت برشلون عنده مشكلة واضحة حتى الآن من الموسم الماضي واللي قبله أنه يقدر يغير اتجاه اللعب من اليمين لليسار من اليسار اليمين حتى بجوز شفتوا أكمل لقطة بوسكتش يكون أقرب لليمين عشان يحول الكرة بلعب كرة طويلة عجيبة عجقة بيخليش حدا يستفيد منها عدم تغيير اتجاه اللعب دائما بيخلي الخصم قادر يتمركز بسهولة هذا النحي الأولى لما تلعب بكرة بطيئة أيضا هذا الشيء بيخلي الخصم يدافع بسهولة والشيء الثالث الأهم أنك تلعب در أسعار تلعب بأقرب للمهاجم الوهمي لما تلعب مهاجم الوهمي لازم الكرة تلف كثير لازم الكرة تلف كثير بشكل سريع من اليمين لليسار لإيجاد المساحة وتضرب بهذا الشكل مهاجم وهمي ما بيزبط مهاجم تقليدي ممكن أفضل يعني لسه لو ضل سوريز ممكن أفضل بهذا الشكل صعب جدا تلعب مهاجم وهمي كرة بطيئة اتجاه اللعب تقريبا ثابت كله على اليسار ومعروف أنه ميسي موت حتى ميسي مش بنفس سرعة زمان ولا نفس تحركها الزمان يعني ما في شيء تفاجئ فيه الخصم إلا تتقدم أنت واحد سفر على البدري وبعدين الخصم يضطر يستعجل عشان بيفتك منك الكرة يعني برغم أنه يعني برشلونة ما كان في الحالة الميتالية لكن لازم نعطي شوية تفضل لإشميل يعني يوم هو أحبط برشلونة أحبطه بأنه فعليا ثلثة ثانية عنده ما فيش زواية تمرير ورحة أبدا إلا بالجنب زواية تمرير ميتة مش خطيرة يجب الرعيك برشلونة ميسي كوتينيو ينطلقوا بالكرة لوحدهم ما في مجال يمرروا وكانوا دائما قادرين يفتكوا الكرة منهم وأيضا تنويع الضغط اللي مارسوا الجرأة بالصعود نحو منطقة برشلونة كان دائما تخلق توتر للعبين أحبط برشلونة نفسيا وقدر يفوز بالتعادل في ملاحظة أخيرة أيضا سلبية على برشلونة اللي هي مسألة أنه اللاعبين عم بيقدروا بسهولة يوصلوا واحد لواحد على الأظهر خاصة على جهة روبيرتو يعني إش بيلا بش عم بيشتغل كثير كرويا عشان يوصل للكرة هي اللي وحده أي جناح حيلعب مع روبيرتو واحد لواحد فشفنا الهدف الأول جاء بسبب حركة هناك واحد لواحد وشفنا أيضا الهجم الأخطر العارضة أيضا هناك بدأت بواحد لواحد ما بيقدر ألوم روبيرتو هو أصلا مش بذلك المستوى الدفاعي لكن ما بيقدر ألومه لأنه تقريبا كل كرة إش بيلا بيحاول يوصلها هناك حيلعب معها لواحد لواحد وأي ضهير بتحطه أمام مهاجم بالأخير إلا يمر منه مرة أو مرتين محتاج لتركيز من كومن هناك بدنيا الفريق أحسن أحسن بكثير شخصية الفريق ماهتزت ما كان في استعجال ما كان في نوع من الإحباط كلها مؤشرات إيجابية رغم التعادل اليوم كانت مباراة صعبة معظم اللاعبين بمستواهم يشبيل يسكر كويس وبهيك مباريات دائما المطلوب يكون ميسي في قمة مستوى ويسجل واليوم ميسي ما كان في قمة مستوى ففرض التعادل التعادل مش سيء لكن مؤشر أنه الفريق محتاج لسه شغل كومن اليوم عنده دروس كثير أخذها عشان يرجع يشتغل عليها ويواصل ما تتوقعوا برشانة يوصل حالة مثالية قبل نهاية شهر 11 هناك أعتقد هيستقر مستوى الفريق نوصل هنا نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستجرام وضروري جدا نتابعوا ويكونوا نحن فيسبوك على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله